طيب نروح ليه أخبار المونديال كل يوم كده عندنا نشرة أخبار للمونديال أخبار سريعة كانت يتحدث فيها عن ما يحدث في المونديال تم تطبيق التبديل السادس لأول مرة في تاريخ المونديال أثناء مباراة إنجلترا وإيران بعدما تم استبدال حارس إيران بريفات بسبب إصابة في الرأس مما يجعله تبديلا خارج الخمس تغيرات بحسب القانون الجديد لأول مرة وكمان عبدو ديالو غادر مباراة السنغال وهولندا بسبب الإصابة لكن المؤشرات الأولية تؤكد أنه سيكمل المونديال بشكل طبيعي ديالو مهم جدا ومؤثر جدا في دفاع السنغال شيخ قوياتيه تعرض لإصابة في مباراة السنغال وهولندا أيضا مع وجود شكوك بعدم لحاقه بما تبقى من مباراة لأسود الترنجة في دور المجموعات أعتقد ده هيحصل عشان هو يطلع على آلاف الأمور بالنسبة له أنه هي إصابة كبيرة رفاق الفران مدافع المنتخب الفرنسي مازال يعاني من الإصابة وسيغيب عن مواجهة فرنسا أمام أستراليا في الجولة الأولى للمونديال وفرنسا مليانة مدافعين مليانة كوندي بقى على كنوتية على أوبي ميكيانو كل المدافعين عد بقى على هنانز مدافعين كتير يعني الفران غير مش مؤسسة وإن كان طبعا خبرة كبيرة مع المنتخب الفرنسي طيب اشتركوا في القناة